مساء الخير، مهما تكن التوصفات التي أطلقت على زيارة السفيرتين الأمريكية والفرنسية في بيروت إلى السعودية مثلت سابقة دبلوماسية مستغربة أو خطوة مهمة على طريق مساعدة لبنان على الخروج من نفق أزمته إلا أن الواقع أن هذه المبادرة المشتركة كانت مفاجئة من حيث طبيعتها وفيما كانت السفيرتان دروثي شيء وأنيغريو تيممان وجههما شطرة السعودية كانت وجهة سفير المملكة نحو بكركي على جناح مئوية العلاقة بين البطرياركية المارونية والسعودية في الصرح البطرياركي خرج السفير السعودي عن صمته التقليدي ليطلق أكثر من نعم وأكثر من لا ومنها نعم للحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان نعم لتغليب المصلحة اللبنانية لا للمساس بالهوية اللبنانية لا لإدخال لبنان بمحاور تمس هوية لبنان العربية لا للعبث بالعلاقة بين لبنان وعمقه العربي أما البطرياركي الماروني فاستوقفه أن السعودية لم تعتدي على سيادة لبنان يوما ولم تستباح حدوده ولم تورطه في حروب وإذا كان البطرياركي بشار الرعي قد شدد على ضرورة تشكيل الحكومة فأن كلمة السفير وليد البخاري خلت من أي إشارة إلى هذا الملف علما بأن الشأن الحكومي هو واحد من المواضيع التي ستثار في زيارة السفيرتين الأمريكية والفرنسية للمملكة على أي حال الملف الحكومي يواصل دورانه في الحلقة المفرغة في مقابل دفع الرئيس نبيه بري باتجاه إبقاء باب التواصل والتشاور مفتوحا استنادا إلى مبادرته التي تشكل ضرورة ملحة في زمن الانهيار المريع الذي اندفع في ظله الدولار إلى ما فوق الثمانية عشر ألف ليرة اليوم موسيقى موسيقى